المشي المشي مهم جدا للسليم والمريض لمريض القلب واللي هو عايز يعمل وقاية من مرض القلب أرخص رياضة في الدنيا هي المشي يعني لازم على الأقل لأربعة أيام أو خمسة أيام في الأسبوع من ثلاثين لخمسين لستين دقيقة يوميا واحد يقول لك يا دكتور أنا ما عنديش رفاهية المشي أنا من أكفاية أن أنا طول النهار رايح جاي قلت له لا في فرق نهدت الحيل والمشي لازم المشي يبقى من غرض المشي يعني لو في مكان مفتوح في هواق طلقي يبقى أحسن كتير جدا لكن لو ما عنديش رفاهية المكان المفتوح ما عايش مشترك في نادي ما فيش شارع ممهد أنا ممكن أمشي داخل البيت في البلكونة حتى في الصالة رايح جاي كده نص ساعة كل يوم الصبح مع إحماء بسيط وما ينفعش واحد يكون حياته كلها من سميها سيدنتري لايف حياة الدعاء والرتابة والخمول والكسل وبعد كده مر واحدة يقول له أنا بقى خلاص أنا هجري وهعمل لا أقول له لا سوري هتتعب كده لا ابدأ بعملية زي التليين المطور مطور مركون تبدأ تلينه ماشي بسيط وبعد كده تسرع وبعد كده تزود المد يعني ممكن تبدأ بربع ساعة تلت ساعة نص ساعة لغاية ما توصل لساعة كاملة على مدار أيام لما توصل لساعة بدون إرهاق وبدون تعب تبدأ أول عشر دقائق بالمشي العادي وبعد كده تسرع وبعد كده تهدي عايزين ماشي على أرض منبسطة ولو كان في منطقة مفتوحة ومنطقة خضراء ده كويس جدا يعني مش بس بيحسن العضلات بتاعة الرجلة وعضلات الصدر لكن أيضا عضلة القلب بتتحسن جدا والحالة النفسية بتتحسن جدا وضغط الدم بيتحسن جدا يعني المشي علاج لضغط الدم المشي علاج للكوليسترول المشي يعني تحسين للحالة المزاجية والنفسية الروحية الواحد لو متضايق كده وطلع في أرض كده مفتوحة أو مكان مفتوحة تماشى شوية كده حتى مع نفسه لقى بيحس إنه هو يعني اتحسن كثيرا جدا وأحسن والمشي هو الخطأ للمساجد لأن انت بتتواصل مع المولى عز وجل في ماشيك وبعد كده بتلاقي الأمور أحسن كتير جدا